بعد مناظرة الزعمة يلزم نبدلوا نظامنا السياسي اللي شارك فيها تقريبا 300 شاب وشابة ووصلوا منهم اثنين للبث الحي تابعوا برشة وينس على القنوات التلفزية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي اشهر هذا أطروحة جديدة للنقاش الزعمة تونس عارفت تختار رئيسها كيفاش النجم نشارك برايه في الأطروحة بل كل شي بعد ما تخمم في الأطروحة وتكون موقف وراي حول أداء الرئيس التونسي بعد مرور عام على انتخابه اتكون خطابك اللي لازم يكون مبني على حجج وبرهين باش تنجم تقنع المشاهد اللي باش يصوت لك مبعث نتعدى والمراحل المشاركة تصور فيديو مدو ما تفوتش 99 ثانية يعني دقيقة أو 39 ثانية باش تعطي فيه رايك وموقفك تدخل الموقع مبادرة مناظرة وتعمل حساب من خلال الإيميل الخاص بك ولا حسابك على فيسبوك جوجل أو تويتر باش يوصلك إيميل التفعيل وقتها مهم جدا انك تتأكد من الرسائل غير المرغوب فيها اسبان باش تنجم تفعل الحساب متاعك تمشي لمسابقة زعمة تونس عرفت تختار رئيسة تحمل الفيديو على الموقع من خلال حسابك وتحدد موقفك معه أو ضد الأطروحة من بعد تكتب المعلومات المطلوبة والخاصة بيك هكا تكون كملت ومعليك كانت تستنى شوية باش تلقى الفيديو متاعك على المسابقة هنا يجي دور الجمهور تنجم تشارك رابط الفيديو متاعك مع أصحابك عائلتك أصدقائك وأي شخص يحب يطلع على محتوى الفيديو متاعك من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتشجع هالناس باش يصوتو لك لازمك تعرف إنه احتساب مجموع تصويت الجمهور يصير بناءا على درجة إقناعك للشخص اللي يتفرش فيك مش بناءا على عدد الأصوات يعني إذا صوت لك مثلا عشر أشخاص وفي انتباعاتهم كانوا الكل يوافقوا على موقفك مجموع تصويتك باش يكون عالي وفي صورة ما صوت لك عشرين شخص أغلبهم ما يوافقوش على رأيك فإنه مجموع تصويتك باش يكون منخفض العملية هذه تاخذ وقت وهذا علاش لازم نستناه التحيين للموقع بما أنه النتائج ما تخرش مباشرة بعد تصويت المشاهد هكا وضحنا كل شيء معليك انتبع المراحل وتشارك في المسابقة وعلاش لا تكون واحد من رابحين في البث المباشر ترجمة نانسي قنقر